حريق شب في أحد مستشفيات محافظة ذيقار خلف أكثر من عشرات القتلى ومئات الجرحة ولم نحدد لكم رقم معين مشاهدين لأن الأعداد ما زالت ترتفع حتى اللحظة الواقعة حصلت في مستشفى الحسين المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا الظاهر أن الكورونا كانت أرحم من المصير الذي انكتب عليهم والاستهتار لماذا أقول أن الحريق نجم بسبب الاستهتار؟ لأن المتحدث باسم المديرية عمار الزاملي قال أنه ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قنان الأكسجين دعونا نتابع هذه اللقطات التي صورها المواطنون للحريق وانتشرت بشكل كبير جدا استيقظ العراقيون وأهالي محافظة ذيقار على هذه الصور وعلى صباح حزين وأسود وهناك أيضا من لم يتحرك من أمام المستشفى من لديه مصاب ومن فقد أحد من أفراد عائلته وهناك من ينتظر أخبار ربما تكون مفرحة أو حزينة لقريب أو عزيز لم يعرف مصيره بعد وهو في عداد المفقودين نشاهد هذا الفيديو مع بعض لشاب أخذ أمه لمعالجتها من الفيروس لكنه وجدها بين عشرات الجثث وسبب الوفاة ليس له علاقة بكورونا طبعا الجميع كان متأثر على مواقع تواصل الاجتماع بها هذه الصور المؤلمة فلينة عباس قالت في التعليق حسبي الله ونعم الوكيل يا رب جاه كل حرقة دم عراقي على جاي يصير أحرق الفاسدين دنيا وآخرة يا رب أما عن ما يحدث في العراق بشكل عامي تخذ العراقيون السوشال ميديا منبر لهم كي يتحدثوا عن غير أو من غير رقابة وبكل حرية فماشا قالت أرجع وأقول الموت حق وهذا الحق الوحيد اللي أخذناه من الدنيا كعراقيين المغاردة زهر رسول وافقتها الرأي فقد قالت هي كذلك ينتقل العراقيون بغزارة إلى رحمة الله لأن لا أحد في الأرض يرحمهم وانضمت كذلك المغردة لينا تميم لأغلبية الشعب العراقي وقالت طبعا هي أراءهم وحدة حول ما يجري في العراق قائلة وتبقى الأرواح العراقية مجرد أرقام تنافس بها أو نتنافس بها وصولا للنهائيات ضمن موسوعة جينيس صحيح ونشرت كذلك مع تغريدتها الصورة مؤلمة لجثة مكتوب عليها مجهول وقالت ركز لي بالصورة تخيل حالك بمكانه يوما ما وخليك ساكت وهناك كذلك من استذكر الحادثة التي حصلت منذ أشهر قليلة في أبريل الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص كذلك لمرضى كوفيد-19 بالعاصمة بغداد أي نقتل 82 شخصا ووصيب أكثر من 100 شخص آخرون ومن هذه الزاوية بالتحديد قال حسين الصافي قبل عيد الفتر حرقوا مستشفى ابن الخطيب قبل عيد الأضحى حرقوا مستشفى الحسين التعليمي بذيقار ما يردون الشعب يفرح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهناك كذلك صورة انتشرت أو كاريكاتور تتابعونها معنا الآن مشاهدين اخترها المغرد كريستال وكتب عليها في منشوره تخيل أنك تحرق في المكان الذي ذهبت إليه من أجل مواصلة العيش لم يتوقف سكان محافظة ذيقار بالتحديد عن التعبير عن أرائهم على منصات الإنترنت بل قرروا الخروج في مظاهرات واحتجاجات حملوا فيها الحكومة والأحزاب السياسية مسؤولية الحرائق في رأيكم أنتم مشاهدين من يتحمل مسؤولية الحرائق التي وقعت في البلاد في الفترة الأخيرة شاركونا أراكم تحت هذا الفيديو